تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه يوم الاثنين ثمانية وعشرون اكتوبر الفين واربعة وعشرون بقصر قرطاج بالسيد عصام الاحمر وزير الشؤون الاجتماعية نشاط الوزارة في المدة الاخيرة الى جانب المؤسسات التي تتولى الاشراف عليها كالاتحاد التونسي للتضامن واكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة وضع نظام قانوني جديد للاتحاد حتى يقوم بدوره على الوجه المطلوب في كنف الشفافية التامة واشار رئيس الجمهورية الى ضرورة القطع مع الاساليب وحتى مع المصطلحات القديمة فالدولة محمول عليها ان تقوم بدورها الاجتماعي في اطار تصور مختلف يتسق مع هذه المرحلة التي تعيشها تونس كما تم التعرض خلال هذا اللقاء الى مشروع احداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل الى جانب مشروع تنقيح مجلة الشغل في مستوى وضع حد للمناولة وللعقود المحدودة في الزمن التي كان اذن رئيس الجمهورية بمراجعتها واكد رئيس الجمهورية على ضرورة التحسب ممن يسعى الى استبدال عمال باخرين حتى لا يطبق عليه القانون الجديد وترتيب جزاء قانوني على كل من يريد ان يواصل الاتجارة بعرق العمال كما تم التعرض في هذا اللقاء الى وضع الصناديق الاجتماعية وضرورة تطوير ادائها فضلا عن تطهيرها اشتركوا في القناة